كندوسي هقف معلش ناسف هقف عند شحاتها لازم أقف عند شحاتها شحاتها أقدم مباراة كبيرة جدا بالنسبة لي هو يستحق يستحق عليها الإشادة ومش النهاردة 30 سنة يستحق عليها الإشادة بشكل كبير طيب وحنا بنتكلم اللي أطبط على شحاتها شحاتها بلاب مع المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين كابي بيست الجو للأسست اللي عملوا في مباراة الجيش وهنا معلش ناسف رجع اللي الكرة دي من أولها وانا بتكلم الكرة دي رجعها من أولها خلص عارف معاكش وقت لكن رجعها لي من أولها خلص من أولها من أول خلص من أول ما استلم أي لعيب بيلعب آخر لعيب في الملعب أو من لعيب الأكرة في الملعب يا كريم في التوقيت ده هيحطها على طرف من الإطراف أو هيشيلها واحدة الرجل عنده القرار وهنا دايما بتكلم على القرار والجاهزية ويدخل وعنده فيجن أن يحطها على عبدالله السعيد في الحتة دي من اللعيب الأوليلة اللي عنده كواليتي كورة ولعيب عنده حدة بدنية في الضغط وقدرات دفاعية كبيرة جدا يا كريم عند محمد شحاية تلعيب متطور جدا جدا في البوزيشن ده في لقطة بعدها الهدف وفيه في المنتخب اليولمبي الأسست اللي عمله محمود صابر في مباراة كوتيفوار كابي بيست الرجل دايما أستاذ الكرة التانية دايما بيقف تحت الكرة بشكل ممتاز ينتظر الكرة بصة كريم انتظر الكرة داخل ضغط عليه الرجل بيرقص منتاز سهولة أسست انفراض ولا أجدع بلاي ميكر الرجل بيحطها بشكل ممتاز ليه محمود صابر بيسام فيه بأسست في الهدف التاني المباراة دي بالمناسبة عن 4-5 تيام كابي بيست بنفس الشكل في نفس البيتواجد فيه فكريدت كبير جدا مباراة كبيرة جدا لمحمد شحاته يستهل عليها كتير قوي حلو كده